وإلى أخبارنا الرياضية حيث قرر نادي برشلونة الإسباني تعيين السرخ بارخوان مدربا موقتا للفريق خلفا لرونالد كومان المقال من منصبه وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه أن رئيس نادي برشلونة خوال لابورتا سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر تدريباته وحتى تعيينه عمل بارخوان مدربا لفريق الرديف الفريق الثاني في النادي الكتالونية وأعلن النادي برشلونة مساء الاربعاء إقالة كومان من منصبه بعد الخسارة أمام ريو فيليكانو إضافة إلى سلسلة الهزائم والأداء غير المقنع ومطالبة أنصر النادي برحيله